اشتركوا في القناة بحر زاخر بالعلم تتدافع امواجه نحو شواطئ الدنيا كلها في افريقيا واسيا وفي اوروبا وامريكا عالم يحمل علمه الى الناس عبر محاضرات وندوات ومناظرات يدعو الى الاسلام ويوضح حقائقه ويدفع عنه الشبهات ويرد الاباطيل موسوعة علمية في علوم القرآن ومقارنة الاديان نال تقدير المسلمين من خلال جائزة الملك في عصر العالمية لخدمة الاسلام فانتشر اسمه شخصية عالمية حملت لواء الدعوة الى الله والى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة فانتشر اسمه في الافاق وعرفه غير المسلمين حتى قبل المسلمين ذلك هو الداعية الكبير الشيخ احمد ديدات ووجوده اليوم في الكويت يأتي تلبية لدعوة من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية التي جعلت الدعوة الى الاسلام هدفا من اهدافها الاساسية التي انشئت من اجلها وحين تدعو الهيئة داعية مثل احمد ديدات فانها تهدف الى ايصال ارائه وافكاره وعلمه الى المجتمع الكويتي بشرائحه المختلفة الى المسلمين الذين يجرون كثيرا من الحقائق عن دينهم الى المسلمين الذين يحملوا مفاهم خاطئة عن الاسلام الى غير المسلمين الذين لا يعرفون حقائق الاسلام بل ويحملون صورا مشوهة عنه واننا في الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ونيابة عنكم في هذا البلد معطاء الخير نرحب بالداعية الاسلامية الكبير احمد ديدات ونتمنى لكم ايها الاخوة الافاضل امسية طيبة مع حديثه الممتع حول حملة اعداء الاسلام على المسلمين في افريقيا وغيرها ودور المسلمين في التصدي لمثل هذه الحملات من خلال تجربته العملية وممارسته الواقعية وهو كما قدمنا قني عن التعريف وغني عن المحاورات التي اشتهر بها لنصرة الاسلام ودح أباطل الخصوم فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَن تَرْضَى أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبْيَ مِلَّتَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ مُعْرَى الْعَزِيمُ صدًا صحة میخة rie خوابط اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم Spiritual meinуры مق attracted الملقات اللہ حاول حسنا جو خواهیت مقلب إخواني الأعزاء لقد تلوت عليكم آية قصيرة من القرآن الكريم يذكرنا فيها ربنا العظيم بالعلاقة القائمة والتي ستظل قائمة بين المسلمين واليهود والمسيحيين وغيرهم هذه آية ستظلت أين ستظلت أين ستظلت أين ستظلت أين ستظلت أين ستظلوا هذه آية؟ Now, to find out, you see, I don't know how easy it is for my Arab brethren to check out these verses, but for the non-Arab, my people, whether Pakistani or Bangladeshi or Hindi or African Muslims, very, very difficult. When people say that this is from Surah Al-Baqarah, where will he find Baqarah? Difficult. Now, it will be a very good practice for anybody at any time. When learned of people, they give you any references from the Qur'an, go home and check it up. Not that you doubt the speaker, thinking that he's pulling a fast one on you, he's trying to bluff you. No. For your own benefit, if you go and check it up, read it, see it with your own eyes, utter it, allow it to go through your mind, that knowledge will become your property, and you in turn will be able to use it subsequently. And it's really good to see it. لاحظة من أي شخص وفيها إشارة لجزء من القرآن فتذهب إلى البيت لتدقق في هذا الكلام وليس معنى ذلك أنك تشكك في قوله أو تعتقد أنه يريد أن يضحك عليك أو أن يغشك ولكنه لمصلحتك أن تتأكد من هذا الكلام فتدرسه جيدا وتحفظه لتصبح قادرا في وقت آخر لتستعمله في ردك على أعداء الإسلام أو في إثبات فكرة ما if you have a translation like this the one I have in my hand you don't need it the Arabs don't need it you understand Allah's kalam direct in your own language but I will tell you again those of you who wish who aspire to deliver this message of Islam to non-Muslims you also need it for your own needs own requirements you don't need it because you understand Arabic but if you want to speak this message share this message with any non-Muslim in the English language you also need a translation ولو قدمت لكم ترجمة كهذه مثلا للقرآن فربما لا تحتاجونها كعرب لأنكم تفهمون كلام الله مباشرة من القرآن ولكن الذي يريد أن ينقل الرسالة إلى الأجنبي فإنه بحاجة إلى هذه الترجمة حتى يتمكن من نقلها لهم وبشكل صادق ودقيق this particular translation by Abdullah Yusuf Ali this particular translation has so many advantages over every other English translation in this that this is an ayah by ayah translation unlike other translations there are one whole page of Arabic on one side another whole page of English on the other side ولهذه الترجمة للأستاذ عبد الله يوسف علي ثوائد كثيرة ومميزات على غيرها من الترجمات لأنها تعطي آية بآية بينما هناك ترجمات تعطي صفحة باللغة الإنجليزية وصفحة بالعربية here to give an example you start بسم الله الرحمن الرحيم on one side on the opposite side in the name of Allah most gracious most merciful الحمد لله رب العالمين so all praises due to Allah the cherisher and sustainer of the world الرحمن الرحيم most gracious most merciful مالك يوم الدين master of the day of judgment إياك نعبد وإياك نستعين so thee alone we worship and thee alone we ask for help إحذنا الصراط المستقيم guide us on to the straight path صراط it's verse by verse translation so as you proceed you might also learn the non-arab will learn Arabic and the arab will learn better English فبهذه الترجمة يتعلم غير العربي العربية ويتعلم العربي الإنجليزية كمعنى للآيات الموجودة في الترجمة أيضا it also has another great advantage over all other translations in this that it has a very comprehensive index at the back of this volume index وميزة أخرى أن بهذه الترجمة فهرس أيضا شامل في نهايتها so anything you want to know you don't know where it is look up the index and in the index just like in a dictionary I said بَقَرَ and the B look for بَقَرَ and it will tell you chapter 2 and 2 is easy to find because every chapter every page is numbered you found it you want to know where is Yasin maybe you know where it is but for the non-Arab if you want to know how to find Yasin and the Y look for Yasin it says chapter 36 easy to find everything on your fingertips you want to know about marriage what does the Quran say about marriage and the M marriage you want to know about divorce and the D you'll find divorce you want to know about heaven or hell and the H you'll find heaven or hell you want to know about Jesus you want to speak to the non-Muslim about Jesus what the Quran says about Jesus open J and under J you'll find Jesus everything about Jesus and the Quran the whole Quran on your fingertips تستطيع أن تعود إلى أي جزء لا تعرفه إلى هذا الفهرس فتضع يدك عليه فيدلك على مكانه في السورة والآية المطلوبة مثلاً كالزواج أو الجنة أو النار أو عيسى عليه السلام فبإمكانك الاستعانة بهذا الفهرس أيضاً بالإضافة إلى الترجمة الدقيقة في هذه الترجمة let us say we found سورة بقراء chapter 2 now I tell you it's ayah number 120 once you found 2 ayah 220 is very easy to find you found it it says وَلَنْ تَرْضَىٰ أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ that all Muslims the Jews and the Christians will never never most certainly not be satisfied with you unless you become a Jew or unless you become a Christian هذه ترجمة الآية التي أوردها الشيخ عن اليهود والنصارى بنسبة للمسلمين we can go into details about the history existing between the Muslims and the Jews and the Christians from the time of our Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم but I feel that this is not the opportunity for such exposition because it calls for hours and in translation it becomes double double the amount of time so what are we going to do now I will quickly bring you on to today's circumstances what is happening today between the Jews the Christians and the Muslims ربما لا نستطيع أن نورد تفاصيل العلاقات كما هي في التاريخ بين اليهود والمسيحيين والمسلمين لأن مناسبة كهذه لن تتسع لها فتأخذ ساعات وساعات ناهيك عن الوقت الذي ستأخذه الترجمة بعد ذكر التفاصيل ولذلك فإنني سأكتفي بأن أضعكم في صورة الوقت الحاضر في هذه العلاقات وما يحدث بين المسلمين والمسيحيين واليهود for the moment we will leave the Jews aside for a while because the Jews have fallen out of the race in wanting to convert the peoples of the world they are not interested in converting you they don't want you they say we all the non-Arabs or the non-Jews are Gentiles Gentiles means نابا غليز filthy dirty people they call you goy 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 means I'm clean goy from which you get the word guy you see in English there's a guy from goy this guy this guy I don't know if this is English you see والآن سأترك موضوع اليهود جانبا لأنهم ليسوا معنيين بتحويل الناس والعرب بشكل خاص إلى اليهودية لأنهم يعتبرون كثيرا من الأجناس أجناسا وضيعة أو متبنية بنسبة لهم فهم ليسوا مهتمين بتحويلهم إلى الديانة اليهودية the only problem with the Jews today between us and them is they are not interested in converting you they don't want you to become Jews they only want political recognition allow them to possess the land of our brethren the Palestinians give them say right you can have it they'll be happy with you no problem it is not a religious problem it is a problem political problem they have usurped our lands they have stolen our lands and the battle is over the land if you say you can have Palestine there will be peace between the Muslims and the Jews if you want to give away your land to the Jews no problem religiously they don't want to convert you they want to leave you alone المشكلة بيننا وبين اليهود مشكلة سياسية في الدرجة الأولى وليس الدينية كما يقول الشيخ لأنهم ليسوا مهتمين بتحويل العرب والمسلمين إلى اليهودية ولكنهم يريدون اعترافا باغتصابهم لأرض الإخوة الفلسطينيين حتى يستقروا فيها فإذا كنتم على استعداد للتخلي عن أرضكم لليهود فإنهم بعد ذلك لن يهتموا في الصراع معكم لأنهم لا يريدون تحويلكم إلى الديانة اليهودية وإنما يريدون أيضا أخذ الأرض التي هي لإخوانكم المسلمين في فلسطين ولكن المسيحية يختلف عن ذلك فهو يريد تحويلكم عن الدين الإسلامي وهذه المعركة طولها أكثر من ألف وأربعمائة سنة سأعرض مشكلة اليوم أو مشكلة الوقت الحاضر أ have here before you a Christian publication called Pray You see when the Christian when he says pray he doesn't mean pray make dua When he says pray he is asking his people money money فهنا نشرة مسيحية عنوانها أو موضوعها معناه كلمة الصلاة أو الدعاء ولكنهم عندما يعرضون ذلك لا يقصدون الدعاء بالمعنى الإسلامي كما يفعل المسلم وإنما بدفع المال In this Christian publication called Pray is a picture of a certain John Lee John Lee, maybe a Korean or a Chinese Now he is speaking about the Kingdom of Oil Kingdom of Oil Actually I think meaning Saudi Arabia You know you people are too small فهنا صورة لشخص يدعى جون ليربما يكون كوريا وبيتنامي من شرق آسيا ويتحدث عن مملكة النفط وربما يعني السعودية مثلا He says here, I'm quoting He says I am in Saudi Arabia Just left Kuwait It's coincidental Oh Allah it's coincidental I'm here in Kuwait And he's talking about He said I am in Saudi Arabia Just left Kuwait He has come to Kuwait This enemy of God How he came How he went I don't know He says Among so many other things He says I could think of no better Or no more important time To give a lot of attention to the Muslim world than now Now is the time to pay attention to the Muslim world He says here Preparation is underway in Pakistan For the last two years We have been in contact with six key leaders In the Arab Muslim world To come up with a realistic and workable plan For every home crusade This year We plan to open a research center in Beirut, Lebanon To start the preparation for the entire Arab Muslim world And he continues about Arab Muslim world Muslim world Arab Muslim world They are interested in you The Arab Muslims of the world يحاول أن يظهر الاهتمام بالعالم العربي الإسلامي فيقول منذ سنتين تجل استعدادات في باكستان لإيجاد هذا العالم العربي الإسلامي وأيضا هناك سيقام مركز في لبنان لخدمة هذا الهدف ويركز ويكرر العالم العربي الإسلامي العربي الإسلامي يريد أن يركز الانتباه على هذا الاتجاه وهنا كتاب غلافه مكتوب عليه انتبه إلى الإنذار من العربية السعودية وطوم غريفت المؤلف يقول أنه عاش عشر سنوات في السعودية كان في جدة وطيف وغيرها وقد تجول بين العرب المسلمين ليكتب كتابا عن قلب العالم الإسلامي بما يحتويه من أفكار تخصه هو ويريد أن يقوم بدعاية عن هذا العالم الإسلامي وما ينطبق على السعودية بالطبع ينطبق على الكويت والبحرين وقطر وكل البلاد العربية والإسلامية وربما يكون الإخوة في السعودية أكثر أمنا وسلاما لأنهم يملكون الحرمين وليس من السهل أن يدخل إلى تلك المنطقة أي مسيحي أو غير مسلم ولكنه ربما يكون أسهل دخول هؤلاء في بلاد إسلامية أصغر إذا كنت تلك المنطقة أصغر في البلاد تخبر في النموعة وفعل أن يتكلم أنك يكون داخل لا أعرف أن هناك هناك أن هناك أن هناك نطبق في مده لا تكون هناك مرات الكويت يتخبر إلى إلى أن التحنية هناك تحدث عن المنظم تحت تفعل بالبحث عن المنظم سن السبب سن رمكت پور بكس 7807 شرفية جدد سعودية عربيا جدد سعودية لإنهلا إلخط إليس الشحيحيحيط يأتي المسيحي إلى بيتك ليطرق بابك وتعتقد أنه صديق أو للمساعدة وبعد أن يعرف بعض التفاصيل يذهبون إلى بلادهم ويرسون رسائل كهذه وفي داخل الرسائل تجد إنجيل ويقول هذه منحة مجانية لك وطبعا له أهداف كثيرة من وراء ذلك الأولى إلى جدة والثانية إلى الرياض وكلاهما لمديري مؤسستين ويبدو كأن المرسل يعتبر أن المستقبل للرسالة هو سائل بحاجة لمساعدة وهذه المساعدة هي في صيغة إنجيل هناك مجموعة من المسيحيين لا تزيد على مليونين ويسمونهم شهداء يهوى وقد طبعوا عدة كتب سأشير إلى كتاب واحد منها فقط وقد نشر أربع وثمانين مليون نسخة من كتاب واحد في حوالي خمسة تسعين لغة وحوالي خمسة تسعين لغة محظمون قجراتي what language 95 different languages they have the book for you and they published 84 million copies in 95 languages. وهو بخمسة وتسعين لغة مختلفة لكل الشعوب والأجناس وليس كتابا كتيبا صغير لما كتاب كبير عدل صفحاته 192 صفحة ويقرأ بلغات مختلفة. ونحن المسلمون ألف مليون مسلم ولدينا المال والنفط وبإمكاننا أن ننشر الملايين من هذه الملايين من هذه الملايين. النشرات وقد نشر هؤلاء بالمقابل 84 مليون نسخة من كتاب صفحاته 192. نشر من هذه المجلة واسمها برج المراقبة نشر 35 مليون نسخة بلغات مختلفة. في الشهر الواحد. في الشهر الواحد. ونشروا من مجلة أخرى واسمها استيقظوا أو اصحوا أكثر من عشرة ملايين نسخة وب43 لغة. وأليس بإمكاننا نحن المسلمون بالألف مليون الموجودين أن ننشر الملايين من هذه الصفحات مثل هذه النشرات؟ اعطوا من الملسلمين من قبل امامرها. قبل نسمى فلم اممم، بمشاركة امممم، بمشاركة اممم، بمشاركة اممم، بمشاركة اممم ملسل! عائلة ارمسترونج الامريكية تنشر من هذه المجلة سبع ملايين وثمان اعشار نسخة في الشهر مجانا وتقول خذوا ايها الشحادون خذوا هذه مجانا طبعا فيها افكارهم التي يريد نشرها بالعالم كله هل يستمر او يعطي الفرصة للأسئلة والإجابة ام يستمر ايها الشحر مليئة او يستمر او يعطي الفرصة للأسئلة والإعجابة او يستمره عشان سعيد او لا يستمره عشان سعيد او لا يستمره عشان سعيد او لا يستمره هذا الإنجيل مجانا لكل المسلمين فقط املأ الكوبون وتحصل عليه مجانا وأيضا عندهم لكم أيها الإخوة العرب والمسلمون 11 إنجيل مختلف باللغة العربية سألاني أرنى عربية العربيةiczة مجانا ل curatedكم إنجيل مجال ولكنهم يقولوا لي بأنها لهم They have different dialects Different Lahjah Different types of script Yeah So they give you Arabic characters The type that the Saoudi is You my brethren And the Egyptians read Then they have here What they call the Tunisian script The type of script Tunisian Then they have the Arabic Karshuni For the Syrians They have Algerian colloquial The Algerian Tunisian colloquial The Egyptian colloquial The street language of Egypt They have Arabic Moorish colloquial For the Maghreb, Morocco They have يعطون 11 إنجيل بلغات مختلفة في العربية أي باللهجات المختلفة للعالم العربي فقط وللعرب فقط وهم يعرفون وأنا أعرف معهم أن اللغة العربية لغة واحدة وهي لغة القرآن لكنهم يريدون أن يقولوا أن هذه اللغة هي ليسته اللغة الوحيدة وأن هذه اللهجات المختلفة لتفرق العرب المسلمون من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ولكن أسألكم أيها الأخوة قدموا لكم 11 إنجيل بـ 11 لهجة عربية فماذا فعلتم بالمقابل؟ ماذا قدمتم أنتم لهم؟ أسألكم أيها الأخوة 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 لا راحة هناك ولكن يجب أن يستمر في نشر الدعوة الإسلامية وفي الكفاح من أجل نشر الإسلام ما يجب أن يسألكم وقد استدعى الكتبة من الصحابة وأملأ عليهم الرسائل إلا الملوك والأباطرة في ذلك الوقت إلى أماكن متعددة وحمل الرسالة إلى الصحابة على الخيل في ذلك الوقت لينشر ما يريد في كل الأماكن I'm asking my dear brothers if he had our petrodollars and if he had those printing presses that we have at our disposal at the press of a button we can churn out thousands and hundreds of thousands of Qur'ans would he not have flooded the world with this holy book I ask you when he could ill afford five sahabah's lives invaluable lives just for five scrolls of messages in five different directions he did it if he had our money and our machines that we had at our disposal I'm asking would he not have flooded the world with this holy book I ask you وأسألكم أيها الإخوة ألم يكن نبينا العظيم قادرا على أن يغرق العالم كله بهذه الرسائل وهذه الدعوة لو كانت لديه الإمكانيات المادية والمطابع المتوفرة لنا الآن إذا كان قد نشر الدعوة في ذلك الوقت بمجموعة من الصحابة برسائل أرسلهم على الخيل إلى ممالك متعددة في ذلك الوقت ممالك متعددة في ذلك الوقت بمجموعة من الصحابة بمجموعة من الصحابة برسائل أرسل المؤسسة للمشاهدة there have made a start domestic at 100.000 Qurans at a time I'm putting on why? Where do I get the money from? I go and beg dessas. People Zakat ya everybody meng and I've been doing the job now he did it that we need a hundred thousand Porans at the time and the mission has been set in motion that we want to shake up America we want to shake up Britain More specially the English speaking nations وإذا كنا نريد أن نهز العالم المتحدث بالإنجليزية في أمريكا وبريطانيا مثلا بهذا القرآن واحتجنا مئات الآلاف من النسخ فمن أين نحصل على المال هل نبحث عنه كسائلين ونشحد نقول زكاء وصدق لله إن هناك أموال كثيرة يمكن أن تساهم في نشر هذا القرآن في البلاد المتحدثة بالإنجليزية بشكل خاص بسيطان محمد بول سلطان محمد بول الآلاف has become Paul he has written this book if you ever get it in your hands what you are going to do any Muslim anybody human being if you get a book like this you have a tendency whether you like it or not to flip it flip the pages and as soon as you flip the pages you find verses of the Quran what do you do kiss it and put it next to the Quran you are trained to do that when you see Allah's kalam what do we do the Pakistani the Bangladeshi the African Muslim all Muslims as they see Allah's kalam they kiss it and put it next to the Quran a snake in the house وأيضا إضافة إلى الإنجيل ونشره لهم ينشرون عدة كتيبات كهذا الكتاب مثلا الذي يعني لماذا أصبحت مسيحيا ومؤلفه سلطان محمد الذي أصبح اسمه بول وهم بهذه الطريقة يغرون على الأقل المسلم أن يقرأه ويردون آيات من القرآن من خلال الكتاب فهو يحبها ويقبلها ويعتقد أنها شيئا جيدا فيضعها بجانب القرآن في بيته وهي عبارة أفعى في بيت المسلم here is another publication Christian witness among Muslims we were supposed to be the witnesses to mankind Allah tells us in the Quran لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ as the Rasul was a witness to you each and every one of you is to be a witness to mankind now the Christian is being a witness to you is a Christian witness among Muslims and you see here the picture of a Nigerian or a Ghanaian or a Sudanese with a subhi in his hand you know we have our brethren reading the subhi you know subhanallah subhanallah that tasbih we call it rosary he's got a subhi in his hand and it's written here إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيْحُ إِسَى بِنُ مَرْيَمَا in Arabic what do you do? kiss it Allah's kalam kiss it and put it next to the Quran another snake in the house وأيضا أفعى أخرى في البيت المسلم عندما يصل هذا الكتيب الذي يقول الذي هو عنوانه شاهد مسيحي بين المسلمين فبعد أن يأمرنا القرآن بأن نكون شهداء على الناس كما أن نبينا شهد علينا فهم يذكرون أنهم هم شهداء على المسلمين فعندما يرى المسلم في جنوب أفريقيا مثلا أو في جنوب السودان وبه آية من القرآن باللغة العربية أو حتى بالإنجليزية معناها من القرآن يقبل ويضعها أيضا جانب القرآن كأفعى أخرى في بيته look at this beautiful picture of one of our dear brothers lovely beard mine is nothing mine is nothing look at this lovely beard his name K.K.Alawi sounds Muslim? K.K.Alawi yes he was Muslim born Muslim father Muslim mother Muslim grandfather Muslim grandmother Muslim now he's become a murtad he writes a book look at him how lovely what lovely face he's got with the zulfa you know there's long hair like you know sunnah and inside inside you flip the pages verses of the Qur'an they're using the Qur'an against us what you do the Muslims what will you do kiss it and put it next to the Qur'an another snake in the house وهذا أيضا كتيب كتبه مرتد كان مسلما وأيضا هذه وسيلة أخرى ليستخدم القرآن ضدنا I was in Pakistan and the Christians caught me fish you know the Christians they caught me fish you see at the end of my lecture people do become enthusiastic they want to pump my hand they want to make me feel happy they don't know that they're killing me but everybody wants to shake you by the hand so while this is going on a young boy probably not even 12 year old he comes up to me and he hands me these beautiful pieces like this he just hands me like this and I see it quickly looks like Allah الله محمد الله محمد I wanted to kiss it I'm old fashioned but people are not giving me a chance to kiss so I put it in my pocket and when everything is over I have no chance our brothers just please leave this for the time being please ya akhi ya akhi ya akhi leave this for the time being please 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 when I go to Dubai in my hotel sitting on my bed I said let me clear my pockets I take this out and I read Allah Muhammad you see the human mind works like that you get a start you think what is there it's not there but you think in your mind and I turn down the other side and he tells me the Lord's Prayer I said the Lord's Prayer in Pakistan I said the Pakistan is doing this beautiful thing they beat me I have done some beautiful works but I say the Pakistani put me to shame and there's nothing wrong with that Allah wants us to compete with one another in good works he said وَلِكُلُّمْ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَ بِكُلْ خَيْرَاتٍ and compete with one another in good works I said the Pakistan is beat me I was not I was happy they beat me but it says the Lord's Prayer I said we don't talk like that what do you mean Lord's Prayer so I turn again Abbaana Abbaana it's not Rabbana it's Abbaana Ah Oh our Father which art in heaven hallowed be thy name thy King this is the Christian prayer Oh our Father which art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth shhh they're catching fish they're catching Muslim fish and a Saudi old man like me I don't know how to take his name Imjidda I show him I said this was given to me look at this he said Allah Muhammad I said no Ya Shaikh have another good look he said Allah Muhammad I said Ya Shaikh please have a good look you know what it is Allah Muhabba but it looks like Allah Muhammad every Muslim who gets it he said put it on the wall Allah Muhammad very beautiful Torah catching fish deceiving the Muslims and catching fish getting them towards Christianity وكنت مرة في الباكستان وبعد أن وجدت نجاحا كبيرا وجاء الناس يصافحونني تقدم مني صبي صغير في الثانية عشر تقريبا من عمره وقدم هذه النشرات والكتيبات وفي ظاهرها تبين كأنها الله محمد فلم يكن عندي الوقت للاطلاع عليها وضعته في جيبي وعندما عدت إلى دبي تصفحتها وقلبت الجهة الأخرى وجدت أنها بها كلاما ليس من الإسلام وعندما ذهبت إلى جدة وعرضتها على رجل كبير السن فقال انظر أيها الشيخ مرة ثانية بشكل جيد قلت له هذه الله محمد قال انظر إليها مرة ثانية فوجدت أنه المكتوب هنا الله محبة وليست الله محمد ولكنها مكتوبة بطريقة لأول نظرة تظهر كأن الله محمد فيقبلها المسلم ويأخذها إلى بيته وربما لا يدقق النظر مرة ليرى أن المقصود منها هو استياد المسلمين كما يستعد السمك وأن يغشوا ويخدعوا بهذه الطريقة هذه هي small pieces something bigger look at these look at these look at these I was telling my Saudi brethren in Saudi Arabia I said if the Saudi government gives me permission to distribute distribute these to the hajis I can sell a million copies of this at a real each at least at a real each every haji will buy five ten fifty to take it back home to give to his people look at this you know what this is you know what this is this is Christian deceit catching Muslim fish all this is Christianity have you ever seen things like this before have you seen it this no this is how they catch fish now when we complain he said look I believe in a fair fight a dialogue Allah wants us to have a dialogue with them a fair dialogue Allah tells us to tell them all tell them يَا هلَ الْكِتَابِ O people of the book O Jews and Christians تَالَوْ come إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِم بَيْنَا وَبَيْنَكُم that we come to common terms as between as in you let us get onto a common platform let us have a discussion a dialogue Allah wants us to have a dialogue with them but we haven't done it وهذه أيضا أشياء أكبر من الأولى ولو بيعت مثلا في السعودية للحجاج واشترى الواحد واحدة أو أربعة أو خمسة بريال للواحدة لنشرت في بين ملايين المسلمين وهي أيضا طرق أخرى لخداع المسلمين من قبل المسيحيين ونحن نقول دائما لنتحاور ليكون الحوار العادل بيننا وبينكم كما يأمر به قرآن العظيم الله wants us to have a dialogue with them we have stopped doing dialogue for more than a thousand years we haven't done it now the Christians want to have a dialogue with you His Holiness the Pope Baba you call him Baba he went to Turkey and when he went to Turkey he said we must have a dialogue with the Muslims when he went to Nigeria he proclaimed we must have a dialogue with the Muslims when he went to Kenya he said we must have a dialogue with the Muslims wherever he goes he's talking about having a dialogue with the Muslims أينما يذهب البابا يقول أنهم يريدون حوارا مع المسلمين قالها في نيجريا وفي بلاد تركيا وفي بلاد أخرى ويبدو الآن أنهم ينشرون هذا الكلام يقولون نريد حوارا مع المسلمين I was waiting for some sheikhs some maulwis some maulanas you know learned people of Islam to go along and have a dialogue with him I was waiting and waiting and waiting for years wanting somebody to do the job because in my heart and mind I'm not a learned fellow Wallah you know I didn't go to any Darul Uloom and even this English education what I'm talking I don't want to tell you what standard I passed because my son told me that if I ever tell people he said he'll walk out of the meeting fortunately today he's not here he's in the hotel he's not too well pray for him لقد انتظرت طويلا لأهب عدد من المشايخ والعلماء المسلمين ليذهبوا لمحاورة البابا فأنا هناك في منهاتا لست بالقادر تماما على أن أقوم بهذه المهمة لأنني لم أدرس في دار العلوم مثلا وفلا في مراكز إسلامية عريقة كما درس علماء آخرون كنت أتوقع أن يهبوا ليبدأوا هذا الحوار وقد انتظرت طويلا لذلك saying nobody wants to take him on I I said all right let me accept his invitation so I wrote a letter to him I said your holiness the bible the bible says come let us reason together let's have a dialogue the quran says tells me come 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 أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سبايم بيننا وبينكم so I said now I accept your offer and I'm prepared to come over to the Vatican in Rome any day anytime you tell me I'm prepared to come tell me when وعندما وجدت أنه لم يتقدم أحد نهضت لهذه المهمة وأرسلت رسالة إلى البابا أطلو منه أن يحدد الزمان والمكان وأنا يعني استعداد ذلك إلى الفاتيكان لأن الإنجيل كما ذكرت له يطلب هذا الحوار والقرآن يأمرنا ربنا فيه بأن نقوم بهذا الحوار مع المسيحيين وغيرهم لم أتلقى رداً على الرسالة الأولى فأرسلت غيرها ولا رد ثم أرسلت برقية ولا رد وأرسلت برقية أخرى ولا رد ثم أرسلت برة أخرى ثم جاء الرد بأنه على استعداد لمقابلتي في سكرتاريته الخاصة في الفاتيكان أرسلت برقية أخرى أقول يا ربنا كيف سكرتاريتك لأن من أجل أفريقا من أجل أفريقا ثلاثة أساسية تريد أن يأتي إلى ذلك ثلاثة أساسية من دربان جوهانسبرغ وكايف تال مراهما في المقابلتي وقد سألته كم هو اتساع ذلك المكان لأن الكثيرين جدا يريدون الحضور معي لاستماعي لهذا الحوار وهناك 1200 مليون مسيحي يهمهم هذا الحوار والف مليون مسلم أيضا من كل بقاع العالم فما هو حجم هذا المكان الذي سنتحاور فيه وهناك رسالة وبرقية أخرى أرسلت ولا رد عليهم ويبدو أن نيافة البابا يريد أن يلعب لعبة الغماء الاستغماء مع العرب والمسلمين كما هو في هذه الصورة لا يمكن أن ترى بها ما هو بابا ترى بابا ما يمكن أن ترى بابا ما يدرى بابا ما يدرى بابا بابا هذا الباب الذكي وهو ربما يكون الأذكى منذ أكثر من ألف سنة يعمل على جبهتين فهو يأمر جماعته وأتباعه بتحويل المسلمين عن دينهم وهو أينما ذهب يحاول أن يظهر التسامح والتساهل فهو عندما ينزل من الطائرة في أي بلد من البلاد يبدو كأنه يسجد وهو في الحقيقة يقبل الأرض فيصبح المسيحيون يعني راضون عنه راضين عنه وغيرهم ويعتقد المسلمون أنه يسجد فيتقبلون كلامه ويحبونه أكثر ليه because now they accept that Islam is a true religion I said you fools he doesn't say any such thing إنه في سن 1962 أصدر مجلس الفاتيكان قرارا يقول بأن المسلمين الآن مهيئون لتحويلهم عن الإسلام ويذكر عبارة سر بها المسلمون يقول أن للإسلام الآن مكانا في خطة إنقاذ الرب وطبعا بعض المسلمين هلل وكبر لهذا الكلام ولكنه في الحقيقة هو ضدهم ويريد أن يغشهم به according to the Christians what is God's scheme of salvation what is the way of getting Jannah the scheme according to them is that God Almighty he must come down born of a woman Maryam and at the age of 33 he gets crucified that is God's scheme of salvation for you Jannah is the blood of the Lord Jesus they say Christ must die for your sins unless you believe that there is no Jannah for you you're all going to go to hell now when you pray five times a day you can pray fifty times a day you can fast for one month or you can fast twelve months you all will go to hell because salvation heaven only comes through the blood of the Lord Jesus this is the way of salvation وهو يقول أن الجنة لكم فقط تأتي من خلال الدم عيسى وليس بالصلاة والزكاة والصيام والعبادات التي هي في الإسلام وأنما هي في ذلك المخطط الذي لابد أن يكون من خلال دم عيسى الذي صلم and in that scheme the Muslim is ready he is prepared to receive that message because the Muslims are the only people on earth you do not have to prove to them that Isa a.s. is Masihullah that he is Allah's Messiah you do not have to prove that he was born miraculously you do not have to prove to him that Jesus Christ حضرت إيسا الى سلام gave life to the dead by God's permission and he healed those born blind and the lepers by God's permission you do not have to prove to him that Allah saved him from that ignoble death on the cross and he is coming back that he is alive and he is coming back he is prepared what he now needs is a gentle push he is prepared to receive the message والمسلمون وحدهم المهيؤون لتلقي هذه الخطة لأنهم ليسوا بحاجة لإثبات أن عيسى هو المسيح وأن عيسى ولد بمعجزة وأنه لم يصلب أن ما شبه لهم وأرسل إلى السماء أو أخذ إلى السماء ثم سيعود فهم بهذه الأفكار التي يعرفون أنها أن المسلمين يعرفونها يدفعون هذه المحاولات بهذه الرسالة لأن المسلمين مهيؤون لتلقي هذا الكلام ويعتقد المسيحيون من خلال البابا أن هذا الوقت هو مناسب لهم لنشر هذه الأفكار وتحويل المسلمين ولو بشكل قليل عن دينهم يأتي المبشرون إلى بلادنا وأوطاننا وهم ذئاب في ثياب الغنم وهم ينبسوا ينبسوا في شماء والمسلمين والمسلمين only you got to say yes do you believe in Jesus he said yes he says you know he was one of the mightiest messengers of God what do you say he was one of the mightiest yes we accept that don't be afraid we must accept the truth give me answers truthfully he said he was one of the mightiest messengers of God هم يأتون لنا مبتسمين وبشكل ودي جدا ويقولنا السلام عليكم كنتما يسأل سؤالا هل تؤمن أو هل تصدق بعيسى طبعا كل مسلم إذا إسلام صحيح لن يرفض هذا الكلام فيقول أن عيسى كان من أعظم أنبياء الله وطبعا المسلم يؤمن بهذا الكلام كما هو في القرآن وهذا مدخل المسيحي للمسلم عندما يريد أن يحرفه عن دينه يبدأ بهذا المدخل بأشياء مسلمات هي في الإسلام موجودة he says you know Jesus he was مسيح الله الله's Messiah مسيح رسول also you see Jesus is رسول and مسيح in the Qur'an your prophet Muhammad is only a رسول true ويقول مثلا أنت تعرف أن عيسى هو المسيح ولكن هل محمد هو المسيح فتقول لا محمد رسول الله يقول عيسى رسول الله ومسيح الله يعني له صفتين فهو رسول لبني إسرائيل لكن مسيح الله عما نبيكم محمد فهو رسول الله فقط ودون أن يقول لك يبين لك من خلال سياق الحديث أن عيسى درجة أعلى من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنه أولد بمعجزة عيسى أولد بمعجزة فهل تصدق تقول نعم وأيضا في هذا المجال يبين لك أن عيسى له درجة أعلى من سيدنا محمد يقول أن عيسى أولد بمعجزة ويناء محمد ولد من أب وأم ويقول لك أيضا أن عيسى أحيا الميت فتقول نعم لكن بإذن الله يقول لك نعم بإذن الله لكن أحيا الميت وربنا فقط هو الذي يحيي الموت وعيسى أيضا أحيا الموت بإذن الله فهل محمد عفعل ذلك ستقول له إذن درجة أخرى من الدرجات ستقول لك أيضا أحيا الموت بإذن الله ويقول أيضا أين أين نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام فتقول هو مدفون في المدينة فيقول ولكن أين عيسى عيسى في السماء هو حي وسيعود بعد ذلك وأيضا يعني فيقول هل هناك هو يعني موجود دون أن يفعل شيئا فطبعا بهذه الطريقة يعني بهذه الأفكار هو يغير أو على الأقل يعني يضع أفكار في أذهان المسلمين المستمعين بهذه المقارنة ويعطي درجة أخرى لإرتفاع أو رقي عيسى عليه السلام não you want to know don't you think God had purpose in doing all that he does things for nothing you know only yesterday couple of months back عدية الدهالى you made nearby you look for a sheep or a goat or a cow or a camel without blemish no false the cow horn not broken the ear not cut not blind not limping right he said right he said perfect animal sheep goat cow camel perfect no no fault so if If God Almighty wants to make a sacrifice for Qurbani for His creation هل سوف يبحث عن الضحية؟ هل تعلم من الضحية؟ هل تعلم من الضحية؟ 1 دقائق، 2 دقائق، 3 دقائق، 4 دقائق هل تعلم من الضحية؟ وقال من ما كان يتعلق لك الآن، اتحرك فمن الأفضل بعده؟ الذي أخذ الدرجات التي سماها من قبل إذن هو ضحى بعيسى وهو أفضل القلق أو أفضل من وجد بعض الله سبحانه وتعالى بهذه الدرجات العالية التي سربها درجة درجة إلى المستمع تعمل لك YOU see, it is so easy to crack his skull so easy but every Muslim I've come across learned Muslims I'm asking them answer the fellow now answer him Isa is Maybehullah Our Nabi is only Rasulullah come and answer Isa is born miraculously our Nabi is born like anybody else come and answer Isa gives life to the dead our Nabi didn't give life to the dead answer Isa is alive Our Nabi is buried in Medina أعطى ذلك والله إنه جميل إذا فقط تعرف ولكن هذا ليس طريقنا في أي مجموعة في العالم لا دارو في العالم أعطى هذا كيف تفعل العمل أول فرد من المسلم كان لتفعل الفرد و هذا ليس أعطيق الذي تفعل في أي مجموعة في العالم كيف تفعل دعوة والمطلوب من كل مسلم أن يتمكن من الرد على هذه الأسئلة سيكون سهلا لو أن التربية والتعليم الديني للمسلمين يؤهلهم لذلك وكيف ينشرون الدعوة الإسلامية بقوة وبشكل صحيح اعطيق 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 القرآن اعطيق 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 في كل مئن أعطيق لما يستمع في قرآن في المئات هنا مع المئات بالكتبع بالكتبع في العالم دينار سوال المئات بالكتبع في أمريكا أعطيق بالكتبع نحن في العالم في عرب here 5 دنارات حتى في الغل جيد 5 يليس الرقل فيها آخر فيها وقرتي كثيرا يجب أن يكون هناك فإن لاحظ إ这样 فإن لم يكن تحليق كل ماهو الأوقات فإنه في عند تحليق لبعيدك لكثير من تتسليم يعني انجلية اجل سرطانية لاحظة للمشاركة وطولة للمشاركات كل ماهو الرخمط وعلى كل مسلم أن يقتني هذا القرآن المترجم في بيته وسجدونه متوفرا في الخارج بعد كل جلسة وبإمكانك أن تتعلم منه وأن تعلم أبنائك لتحسن لغتهم فليس بالضرورة أن يدرسوا شيكسبير أو ميلتون ولكن بإمكانهم أن يدرسوا هذه الترجمة يتعلمون القرآن واللغة في آن واحد Here is this little book, Christ in Islam It answers all your problems Christ in Islam, what is his position? All the things he was talking about being Masihullah And giving life to the dead And on and on, taking up to heaven Everything, you have this little booklet You can crack his skull You don't have to go to theologians, philosophers, psychologists This little book will do the job This little book is like the little stones that Dawud A.S. picked up You remember? When he gave back to Jalut That little pebbles are these little pebbles here That I have made it available for you, my brethren Little, little pebbles, little, little pebbles You master these little ones And there isn't a Christian born who can stand before you And I believe that these booklets also What the Bible says about Muhammad Muhammad the prophet of Islam All these are also available Some of them also in Arabic Are available outside You owe it to yourself to arm yourself Educate yourself Then once you have the knowledge You will be reaching to talk The reason why you don't want to talk Is you are afraid You don't know what to talk The only thing you can say is that You are on the wrong battle And you are going to go to hell And not that's crazy conflict Confrontation And you don't want confrontation You see This book teaches you And when you are on this book You will be able to push them ذلك ما أرحبت أن أتحدث أن أتحدث فيك الثالث هناك سنوان أن هناك سنوان في هذه الحالة مدينة لذلك أيضاً أنه لا يُثق بها السموذة فإنه مدينة مدينة تحصل لك كثيراً وعن تصبح لا يعتمد أن أتحدث أتحدث فيك من مدينة أنا أسعى لكما أتحدث لأن أعلم فقط فقط ما أرحبت أن أتحدث فيك الثالث of what I intended to present to you. May Allah forgive me for that. But I said, I'm yourself and in the nights that follow, if you have the opportunity, I will share with you more in this field. But in the meantime about the things that I have spoken and any other thing concerning this topic, if you have any questions I am here at your disposal. وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة أعتقد أنني لم أقل نصف ما أردت أن أقول لأن طبيعة الحديث والأسلوب الذي نقوم به الآن لا يعطينا الفرصة كاملة. ولكن أقول فقط سلحوا أنفسكم بهذه المعلومات والحقائق وإذا سنحت الفرصة في اللقاءات القادمة سأذكر بعض التفاصيل معكم وسامحوني إن كنت قد قصرت سامحنا الله جميعا. وأشكركم. شكرا للشيخ أحمد ديداث على ما قدم وبينا ووضحه وفي الحقيقة قد جعلنا أمام مسؤوليات جسيمة وعظيمة من خلال ما قدمه من نشاط ضد المسلمين وضد الإسلام ومن أساليب متعددة وفنون بليغة في دعوة المسلمين للمسيحية. فهذه المسؤولية العظيمة جسدها لنا من خلال حديثه هذا. والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عندما ظهرت وعندما برزت ظهرت بعد اجتماع المجمع الكنسي في كلورادو حينما قرروا أن يجمعوا ألف مليون دولار لتنصير المسلمين فقررت الهيئة بعلامائها الأفضل أن يجمعوا ألف مليون دولار لإنقاذ المسلمين فلنتكاتف ولنتساعد في هذا المجال وفي هذا المضمار حتى نؤدي الرسالة التي بيّنها لنا فضيلة الشيخ أحمد ديدا جزاه الله خيرا والآن مع الأسئلة والحوال فقررتfunج هلoue أنشاء الخليظ المسلمين شكرا 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 المترجمات الضربة بسم الله الرحمن الرحيم My name is Muhammad Abhazal Noor, I'm from Pakistan. I'm sorry, I like to know, you mention about this, some distribution in Pakistan, these small pamphlets. أريد أن أعرف عندما تذهب إلى باكستان وعندما تأخذ هذا؟ أعرف هنا في عاما وعندما تأخذها في تاج مهار الأخ السائل يريد أن يسأل الشيخ أحمد عن الوقت الذي ذهب إلى باكستان فيه ووزعت هذه الكتابات له « I was there last year. I was there the year before. I have delivered numerous lectures in Karachi, in Lahore, Islamabad, Sialleen Q Qatar, Peshawar, Rawalpindi and this was in Karachi that I received it. « Tech Report» «Well, Sir, I don't like to go into politics. But I know a few things. And I think I want to tell you, لا الوحيدة الوحيدة هو الوحيدة الوحيدة ومن المستخدمة لأنه سوف يساعد الإسلام ويساعد هذا المملك يستخدم عندما نحن الوحيدة لم يكن تنظر الوحيدة 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 هذا هو يجيب الأخ السائل بأن هذه الكتبات ربما كانت في عهد الحكومة السابقة التي لم تكن مهتمة من نشر الإسلام I'm very happy to hear what our brother had to say but in case he doesn't know I want him to know now that in the north west around Peshawar there are 72 Christian units working on the Mujahideen and the Mujahideen they are working and Christianizing them I didn't have the chance as I said I hardly spoke half of what I wanted to speak here is a book Jesus more than a prophet these are Afghan Mujahideen they have already made them into murtads in Pakistan they are boasting the Christians that they have perverted more Pakistanis into Christianity since independence than in the previous hundred years of British rule and it's a fact I've been there around all these countries and brother with a smile I have spent three years in Pakistan myself I have lived among the Pakistanis and I know first hand what's going on there I lived with you for three years in that country no use blaming the past government let's see now insha Allah we hope and we pray that that these things can be mended well sir I'm not blaming the point is to try to understand my point of views Pakistan Pakistan is a Muslim country and Pakistani who is Muslim they will never convol to any other religion that's very quite clear please don't touch us Pakistan Muslim they are strong Muslim let me talk Mr. Didar please if you don't mind okay shall I say something or not okay all right okay the second my point from yes please the second two points I have to declare the second my point to distribute about holy books Alhamdulillah holy books distribute from Saudi from Kuwait and from Pakistan to all over the world I'm not going to I mean to make argument Mr. Amadita but the facts may be some country not distribute but the some country Muslim they are distributing and they are preaching Islam in non-Muslim countries also maybe not in your standard but they try to distribute and they try to convey our Islam to all over the world but I believe that we need more and more effort we need more to spend money to distribute like Christians or the Hindus or Jewish or etc people we also trying but this is I think I'm not agree the Muslims country not trying to distribute Quran or other religion books in non-Muslim that's all thank you very much thank you very much from от于 do you that is anything what the thing is ارجو ان تأذل لي بالحديث بالعربية ثم ألخص ما أريد أن أقوله للأخ أحمد ديذات الواقع أن الأخ الفاضل ديذات أثار في نفوسنا حماسا وحمية وانفعالا لنحاول أن ندلي بدلونا في حمل الرسالة التي ورثناها والتي انتهت إلينا من خير الرسل والتي هي الرسالة الوحيدة التي لم يعتريها نقص ولا زيادة ولا تحريف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي أثار حماسنا الآن من حديث الأخ أحمد ديذات هو الجهود الفذة الجهود المنحة التي يبذلها المسيحيون لنشر دينهم بكل ما أوتوا من معرفة وبكل ما يتأثر لهم من وسائل وبكثير ما أوتوا من الأموال أنظر إلى جهودنا نحن المسلمين في نشر دعوتنا وفي محاولة تبليغ الرسالة لغيرنا أجد أنها تتفاوت بين جهود فردية كجهود المحاضر الفاضل أو جهود جماعات من الشباب أو جهود منظمات مثل الهيئة الخيرية العالمية أو الرابطة الإسلامية أو معاهد تربو على ألف سنة في عمرها كالأزهر ولكن مع ذلك نجد أن هذه الجهود لا زالت غير متناسقة التناسق الذي نريده فهي إما قاصرة لضعف الإمكانيات وإما متنافسة وإما أحيانا متعارضة وقد تثر غضب السلطات أحيانا لأن السلطات لا تسمح بكل هذه الجهود أو لأن الأقوياء لا يسمحون للمستضعفين إلا بقدر محدود نحن في حاجة في ظل هذا وهذا اقتراح أقدمه لكم إلى محاولة إنشاء هيئات متخصصة الكويت شهدت في السنوات الأخيرة محاولات شهدت مثلا مجموعات من الأطباء تحاول أن تتخصص في تقديم خدمة طبية للمسلمين وشهدت محاولة مثل هيئة الخارجة العالمية تتخصص في تقديم المعونات للمسلمين للأقليات في البلاد المختلفة وشهدت أيضا محاولات لإنشاء هيئات إغاثة ولكن هذه المحاولات لا تذل جديدة نحن نعلم أن كثير من إخواننا في البلاد المختلفة حاولوا أن يقيموا مدارس ثم توقفوا عن الاستمرار في هذه المدارس وقد جمعوا المال وإنما توقفوا لأنهم لم يستطيعوا أن يجدوا العدد الكافي من المدرسين وأنا أقول هذا وأنا أعلم أن نحن في ضيافة الهيئة الخارجة وفي ضيافة نقابة المعلمين فهل يتجه المسلمون في أعمالهم الخيرية وفي الأموال التي يجمعونها وفي الوسائل التي يعملون بها إلى محاولة تدعيم وإنشاء هيئات متخصصة هيئة للتعليم هيئة للإستثمار أو للتنمية الاقتصادية هيئة للإغاثة يحدثني زميل لي يعمل الآن موفدا من الهيئة الأحمر الكويتي في بشاور قابل صدر الدين خان المكلف من هيئة الأمم المتحدة بمحاولة إعادة طوطين اللاجئين يقول قابلته وسألته لماذا تتجه إلى المنظمات المسيحية كلها ولم تتجه إلى المنظمات الإسلامية العاملة في الأفغان قال يا أخي أنا لا أعلم أن هناك منظمات أنا جاءتني منظمة مختصة في إنشاء الطرق جاءتني منظمة مختصة في الصحة العامة جاءتني منظمة مختصة في التعليم أين المنظمات المختصة عندكم؟ هل ننتهز فرصة حديث الأخ أحمد ديذات عما يشاهده من النشاط المسيحي في البلاد المختلفة لنحيي هذه الفكرة؟ وخاصة أن إخواننا الذين ذهبوا إلى إفريقيا مثلاً يحدثوننا أن النشاط المسيحي الآن ليس في المناطق الوثنية لم تعد المسيحية الآن تنافسنا على اكتذاب الوثنيين وإنما هم يقصدون المسلمين لتنصرهم فيقول الإخوة الذين ذهبوا إلى هذه البلاد أنهم لا يجدون الكنيسة في المنطقة الوثنية ولا يجدون المدرسة في المنطقة الوثنية وإنما يجدوها في منطقة المسلمين شكراً لك شكراً يا أبي دوداد لك كنت أقول أنك تستموليتنا لأن تحاول أن تتعلم في حياتنا جدًا لكي نحن بأن تتعلم في هذا المنطقة was talking about the excellent efforts by the christians to serve their religion we have got the religion which is not changing which is still correct as it came from heavens and we ought to do more our efforts so far are either personal efforts like yours or youth groups or organizations like the International Islamic Charity Organization or Al-Rabit Al-Islamiyya or Al-Azhar but these efforts are still either contradictory or fragmentary or probably suppressed by some other forces I was taking this chance to suggest that we establish specialized organization an Islamic organization for teaching an Islamic organization for medical services an Islamic organization for relief and so on and I gave an example of one of our friends who's working now in Afghan he met Sadr al-Din Khan in charge of rehabilitating or re-establishing the Afghan refugees and he asked him why are you dealing with only with Christian organization and don't deal with any of the Muslim organizations already working in Afghan he said I have seen none of you I have received offers from organizations specialized in road building in sanitary work and so on and so on we want to establish such organizations and this is by itself one way of catalyzing the different Islamic groups into efforts I may differ with you on certain principles but if we are doing a road we are not differ if we are building a hospital we are not differ so let us have specialized organization who can collect all these efforts and do something to our Muslim brothers we are really breathless trying to satisfy the Muslim minorities we want to go beyond and start offering the religion to other people thank you very much where's the question there is no question there is no question خصوصا في بلاد لا تحكم بما أنزل الله وخاصة الآية الكوروناية تقول قد بدت البغضاء من أفوههم وما تخفي صدرهم أعزم حكم الإسلام في معاملة نصر اليوم حكم الإسلام حكم الإسلام في معاملة نصر اليوم خصوصا في بلاد لم تحكم بما أنزل الله وخصوصا إن القزية قد عطلت بزاك الله خير حكم الإسلام وخصوصا إن القزية قد عطلت بزاك الله خير شريعة و القرآن هل هو كويت هذا الرجل؟ أين هو من؟ لا لا أين هل من؟ حسنا تجل 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 اذهب واسأل الأزهر ليجيبك على هذا السؤال مدام أنت من مصر من مبدأ اعرف عدوك مفهوض أسأل الأخ مفهوض تكون كتابكا أكبر وتختار المطلوب أسأل الأخ أحمد في رأيه الخاص هل الدعوة أو الغزوة من المسيحيين إلى المسلمين هل مقصود بها فعلا ديني أما سياسي واقتصادي أو الثلاثة معه من قراءات واطلعات لأنه هو أكثر منا في اطلاع على المسيحية وعلى أهدفها ممكن احنا بنهتم بالدين الإسلامي أكثر بس يعني نعرف رأيه الخاص من اجتهدات وقراءاته في هذا الرد هل هل الدعوة هدفها من لنا بالضبط يعني هل هي اقتصادية أو سياسية أو دينية محضة الواجه اللي السؤالي married is the Christian campaign against the Muslims a religious or political or an economic one all the three together In the discussion that I presented to you it was all religious but they are playing a game of high politics colonizing people you can't colonize them anymore like We have made my country for a hundred years, in the Pakistan subcontinent, they ruled Malaysia for 300 years, they ruled Mozambique for 500 years, Muslim country, they ruled Nigeria, they ruled Egypt. No more, you can't rule them anymore. To colonize them now they use religion to get the people to accept their way of life, to become fifth colon in your own country. It's a beautiful way, because once you are christianized. The same fellow You know all his senses depart Sense of justice goes Once he's Christianized He helps Israel In his heart and mind Though he knows he's an African And they're treating the Palestinians like Africans The white man in South Africa What he's doing to the black The Jew is doing to the Palestinian The Africans can see that clearly But because they are Christians Their sympathies are with the Jews Why? Because to them they are the Ahlul Kitab The people of their book, the Bible So it is high politics Once a person is Christianized His loyalties goes I have here books with me Written by Christian Arabs Arab Christians Here is Haqib Rahim Sounds like a Muslim He's an Egyptian Christian He's Haqib Rahim He speaks about black gold And holy war In this he's telling the Western nations How to turn on the screw On his Arab brethren See his sympathies are with the Christians Here A liberated Palestinian A Christian missionary in America A Palestinian Christian He's telling that the whole What are you crying about? Gaza and West Bank He says the whole From the Nile to the Eucharist The Bible God has given it to the Jews What are you crying about you Arabs? You've got millions of square miles You see once you are Christianized Your sympathies go This is the high politics But they are only talking religion Which they have a right to do They have a right to share their faith As much as we have a right to share our faith We are not doing our job They are doing their job So the thing is now Whatever Whether it's economics Whether it's politics The fact is You lose an individual You're losing his loyalty And you're losing a whole tribe And a nation Over a period of years We can't afford to lose A single person Not even a lunatic among us We must lose We have to preserve each and everyone Protect each and everyone This is the answer You see Don't go into Whether it's economics Whether it's politics Whether it's religion What do you want to split hairs for The fact is That you lose Lost one man Is a loss Of the whole nation The uma has lost out one man We can't afford to lose one Not even a cripple Not even a lunatic What is the answer From the situation عندما يكسبون مسلما يصبح نصرانيا أي نخسر مسلما فهم يكسبون في السياسة أيضا فعندما يتنصر المسلم أو يصبح مسيحيا يتعاطف معهم ويقبل مخططاتهم فمثلا يقبل ويتعاطف مع اليهود في فلسطين ويقول لماذا تبكون مثلا على غزة والضفة الغربية وهذه الكلمترات في فلسطين فعندكم أراضي واسعة في التوراة وفي تاريخ اليهود من الفرات إلى النيل ولم يأخذوها منكم إذن عندما تغير إسلامه إلى المسيحية أو أصبح مسيحيا هو يتعاطف معهم بالدرجة الأولى وأصبح الاستعمار لا يسعى للاحتلال واستعمار كما كان سابقا ولا من خلال الدين المسيحي ومن خلال الثقافة المسيحية أو الثقافة الغربية مثلا هو يكسب الناس من هذه الطريق فيجب أن لا يقول هل هو العمل ديني أو سياسي أو اقتصادي كلها تأتي معا عندما يكسبه من ناحية الدين يكسب الجانبين الآخرين بسم الله وبشكل صحيح ارى هذا القرآن ارى هذا القرآن أعتقد أنه مستخدم في الخارج القرآن أيضا أعلم أنه مستخدم في الخارج لك أعتقد أنه مستخدم في الخارج إلى المسيحين فقط لك فيما يتفعين في هذه القرآن هنا بشر ديني دين . أعني العبد لكل ديني الأن علينا الأن تجانب لا تجانب أعني أعني الأن عندما تكلم هناك وعلى كل مسلم أن يقتني هذا القرآن المترجم في بيته وسجدونه متوفرا في الخارج بعد كل جلسة وبإمكانك أن تتعلم منه وأن تعلم أبنائك ليحسنوا لغتهم فليس بالضرورة أن يدرسوا شيكسبير أو ميلتون ولكن بإمكانهم أن يدرسوا هذه الترجمة يتعلمون القرآن واللغة في آن واحد هناك هذا القرآن كريس في الإسلام يتعلم كل المسلم Christ in Islam what is his position all the things he was talking about being Masihullah and giving life to the dead and on and on taking up to heaven everything you have this little booklet you can crack his skull you don't have to go to theologians, philosophers, psychologists this little book will do the job this little book is like the little stones that Dawud al-Islam picked up you remember when he gave Badru jalut وقتل Dawud jaluta واطاه الله الملك والحكمة واللمو مما يشاء that little pebble are these little pebbles here that I have made it available for you my brethren little little pebbles little little pebbles you master these little ones and there isn't a Christian ball who can stand before you and I believe that this booklet also what the Bible says about Muhammad Muhammad the prophet of Islam all these are also available some of them also in Arabic are available outside you owe it to yourself to arm yourself educate yourself then once you have the knowledge you will be reaching to talk the reason why you don't want to talk is you are afraid you don't know what to talk the only thing you can say is that you are on the wrong battle and you're going to go to hell and now that creates conflict confrontation and you don't want confrontation you see this book teaches you وعندما تطلعون على هذه الكتب تسلحون أنفسكم بقوة لتخوضوا المعركة ضد أعداء الإسلام وبشكل يؤهلكم من نيل النجاح فيها وإنكم الآن تخافون من المواجهة لأنكم تجهلون أشياء كثيرة فهنا كتيبات بالعربية وبالإنجليزية تبين لكم الرد على كل هذه الأسئلة وعلى كل هذه المحاولات 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 لأن طبيعة الحديث والأسلوب الذي نقوم به الآن لا يعطينا الفرصة كاملة ولكن أقول فقط تسلحوا أنفسكم بهذه المعلومات والحقائق وإذا سنحت الفرصة في اللقاءات القادمة سأذكر بعض التفاصيل معكم وسامحوني إن كنت قد قصرت سامحنا الله جميعا وأشكركم شكرا للشيخ أحمد ديداث على ما قدم وبين ووضحه وفي الحقيقة قد جعلنا أمام مسؤوليات جسيمة وعظيمة من خلال ما قدمه من نشاط ضد المسلمين وضد الإسلام ومن أساليب متعددة وفنون بليغة في دعوة المسلمين للمسيحية فهذه المسؤولية العظيمة جسدها لنا من خلال حديثه هذا الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عندما ظهرت وعندما برزت ظهرت بعد اجتماع المجمع الكنسي في كلورادو حينما قرروا أن يجمعوا ألف مليون دولار لتنصير المسلمين فقررت الهيئة بعلامائها الأفضل أن يجمعوا ألف مليون دولار لإنقاذ المسلمين فلنتكاتف ولنتساعد في هذا المجال وفي هذا المضمار حتى نؤدي الرسالة التي بيّنها لنا فضيلة الشيخ أحمد ديداث جزاه الله خيرا والآن مع الأسئلة والحرام دكتور أولاً أعطي المعارضة للشخص الذين يستطيعون أن يتبعوا ونحن المؤكد ونحن هنا، ونحن أعطيهم 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 أعطي المعارضة هل يمكنك أن يأتي إلى ميك؟ ميكروفون تفضل، تفضل أسأل الأخ أحمد في رأيه الخاص هل الدعوة أو الغزوة من المسيحيين إلى المسلمين؟ هل المقصود بها فعلاً ديني أما سياسي واقتصادي أو الثلاثة معاً؟ من قراءاته والطلعاته لأنه هو أكثر منا في اطلاع على المسيحية وعلى أهدفها يمكننا أن نهتم بالدين الإسلامي أكثر فقط يعني نعرف رأيه الخاص من اجتهداته وقراءاته في هذا الرد هل هل الدعوة هدفها من لنا بالضبط يعني؟ هل هي اقتصادية أو سياسية أو دينية محدد وقل؟ السؤال هو كيف يتعامل المسلمين المسلمين بلغتية؟ هل تحديثًا؟ هل تحديثًا؟ هل تحديثًا؟ في المتحدة التي أضع فيها، كان كل شيء مجددا، ولكن، يتعامل معناه بالمعبارة. لا يمكنك المسلمين لهم لا يمكنك المسلمين المرات Like Britain ruled my country for 100 years Indo-Pakistan's continent They ruled Malaysia for 300 years They ruled Mozambique for 500 years Muslim country They ruled Nigeria They ruled Egypt No more You can't rule them anymore To colonize them now They use religion To get the people To accept their way of life To become fifth columns in your own country It's a beautiful way Because once you are Christianized The same fellow You know all his senses depart Sense of justice goes Once he's Christianized He helps Israel In his heart and mind Though he knows he's an African And they're treating the Palestinians like Africans The white man in South Africa What he's doing to the black The Jew is doing to the Palestinian The Africans can see that clearly But because they are Christians Their sympathies are with the Jews Why? Because to them They are the Ahlal Kitab The people of the book The Bible So it is high politics Once a person is Christianized His loyalties goes I have here books with me Written by Christian Arabs Arab Christians Here Ishak Ibrahim Sounds like a Muslim He's an Egyptian Christian Ishak Ibrahim He speaks about black gold And holy war In this he's telling the western nations How to turn on the screw On his Arab brethren See his sympathies are With the Christians Here A liberated Palestinian A Christian missionary in America A Palestinian Christian He's telling That the whole What are you crying about? Gaza And West Bank He says the whole From the Nile To the Eucharist The Bible God has given it To the Jews What are you crying about You Arabs You've got millions Of square miles You see Once you are Christianized Your sympathies go This is The high politics But they're only talking Religion Which they have a right to do They have a right to share Their faith As much as we have a right To share our faith We are not doing our job They're doing their job So the thing is Now Whatever Whether it's economics Whether it's politics The fact is You lose an individual You're losing his loyalty And you're losing A whole tribe And a nation Over a period of years We can't afford To lose A single person Not even a lunatic Among us We must lose We have to preserve Each and everyone Protect each and everyone This is the answer You see Don't go into Whether it's economics Whether it's politics Whether it's religion What do you want to split hairs for The fact is That you lose Lost one man Is a loss Of the whole nation The ummah has lost out one man We can't afford to lose one Not even a cripple Not even a lunatic ويقول أن ما عردته عليكم وهو الحقيقة أو الأساس أن المجال هو الدين فهم عندما يكسر يكسبون مسلما يصبح نصرانيا أي نخسر مسلما فهم يكسبون في السياسة أيضا فعندما يتنصر المسلم أو يصبح مسيحيا يتعاطف معهم ويقبل مخططاتهم فمثلا يقبل ويتعاطف مع اليهود في فلسطين ويقول لماذا تبكون مثلا على غزة والضفة الغربية وهذه الكيلومترات في فلسطين فعندكم أراضي واسعة وفي التوراة وفي تاريخ اليهود من الفرات إلى النيل ولم يأخذوها منكم إذن عندما تغير إسلامه إلى المسيحية أو أصبح مسيحيا هو يتعاطف معهم بالدرجة الأولى وأصبح الاستعمار لا يسعى للاحتلال واستعمار كما كان سابقا ولا من خلال الدين المسيحي ومن خلال الثقافة المسيحية أو الثقافة الغربية مثلا هو يكسب الناس من هذه الطريق فيجب أن لا يقول هل هو العمل ديني أو سياسي أو اقتصادي كلها تأتي معا عندما يكسبه من ناحية الدين يكسب الجانبين الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم استمتعنا من فضيلة الشيخ أحمد ديدات في المناظرة التي رأينا على شاشات التلفزيون في أمريكا والمحاورة التي دارت بينه وبين القس وكان يحضرها عدد كثير من المسيحيين على من اعتقد فما هي مدى هذه المناظرة على المسيحيين هناك وهل تم إقبال من المسيحيين على دخولين في الإسلام نرجو الرد من فضيلة الشيخ أحمد ديدات The question is that Now did many Christians attend the dialogue in America between you and that Christian were they interested in being present at that dialogue or not? Well in the particular one that I think you are thinking about between myself and Swaggart there were some 6,000 people وعلى الهيئة 90% كانت من المسيحيين إذا كنتم تقصدون المناظر بينه وبين الساقر فقد حضر حوالي ستة آلاف وكان تسعين في المئة منهم من المسيحيين ويسأل أيضاً ويسأل أيضاً عن الواقع من هذا البياليوب هل كانت تؤثرهم؟ فم Amb T Indonesian The tapes are available You see the tape And at the end of the tape You see the camera kept on running On the audience And you watch the audience It will give you the results You can see that the Christians As if an atom bomb had fallen You watch their expression They're not even talking to one another At the end of any meeting You can't help discussing Whether it was good Or whether it was wasting your time Your gotta exchange views com your neighbor Dallas is there People are talking, chatting Nothing's there As if an atom bomb had fallen upon the people Exactly as the Quran describes Allah tells us in the Quran مَاScottِهَélَا الْبَاطِلِ فَيَذَ مَغْهُ فَازَهُ وَزَاعِقُن وَلَكُمُ الْوَيَلُ مِنْ مَا تَصِفُونَ So when truth is hurled against falsehood it knocks out its brains And you can watch that Actually a picture of that knocking out of the brains يمكنكم ان تشاهدوا ذلك في الشريط وتعرفوا النتيجة مما تشاهدوه على وجوههم فهم كأنما تفجرت بينهم قنبلة ذرية أصبحوا لا يتكلمون مع بعضهم وكانوا واجمين وهذا يبين النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أرجو من أخواننا يعني اسموحنا راح ننتقل النقل النوعية حقيقة أنا ودي أسأل أسئلة علمية بحتة في علم الكتاب المقدس الشيخ أحمد ديدات فيتسمحون لنا السؤال الأولاني يذكر كتاب المقدس في العهد القديم أن النبي إبراهيم رأى ثلاثة أشخاص وهو لا أثاثة أشخاص يفترض أنهم ملائكة لكن النصارى يستغلون هذه الحقيقة لإثبات أنه هو الثالث المقدس اللي هو الآب والإبن والروق القدس في مناظرة أحمد ديدات مع أنيس يروش اللي منكم رأاها استغلها أنيس يروش في إثبات أن هذا هو الثالث المقدس فأنا أحب أسمى ربي شيخ أحمد ديدات على هذا السؤال السؤال الثاني واحد 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 أما أنيس يروش اللي منكم رأى ثلاثة أحمد ديدات تذكر أنيس يروش اللي منكم بإثبات أنه هو الثالث المقدس يستخدم أنه يتحدث أنه ثلاثة أخبرهيم رأى ثلاثة أخبره ومتذكر أنه يتحدث أنه يتحدث أنه هو الثالث المقدس أعجب أنني لم أردت أعلمكم بأسفل هذا المقدس لذلك أريد أن أعلم أنه يتحدث أنت لكن بسبب أن هذا الحقيقي فالذي يقول هذا الشيخ هو الثالث وثلاثة أخبرهون سواء الثالث ويذهبوا من هذا المقدس وقد قالت هل تذكره النقدس هذا الشيخ كان يتحدث أنه يتحدث أنه يتحدث أنهم الثالث fitsال وانهي أريد أن أعلم أنكم بالفعل في الولز المب شرح عندما كان يتحدث أنه قائمه فيه في المصدرين ثلاثة أخبرهون ما هي جميع الأشياء؟ ما هي رؤية جميع الأشياء؟ لذلك سأخذتها؟ في ذلك المتحدة المتحدة المتحدة، كانت تحريراً أن تحريراً من المشاركة من المجلسة الى البعض إبراهيم ، والله ، الذي يتحدث هو ، وقد يتحدث أن أن الله و العلوي والأسيق و افتحوا ايبراهيم's food فتد كاف والبالي برد ومعنوا بيك والله أفتحوا و الأسيق و افتحوا لأنه فقط ولكن تفتحوا بأنك تقول لقرآن أيضاً عن مضائي عن المضائي عن إبراهيم والسلام و ثلاثت The Quran speaks about three visitants And Hazrat Ibrahim thinking that there were visitors from somewhere Quickly he sacrificed a small calf, heifer, bakara And he prepared food and set the table Set the table And they sat down to eat And perhaps they said, Bismillah, get started So his house people must have got started But the three visitants are staring at Ibrahim Just looking at him Naturally the man is terrified What these people have come for? To kill me? Abort my wife? Steal my sheep, my goats? What are these people here for? When I tell them to eat, they are not eating So the fear goes into the heart of Ibrahim And the angel says that we are the angels of the Lord And we do not eat Not only, but the Bible says that God was one of the three And the two angels, they all act So what we were trying to prove That between the two, you take the choice A God that eats beef and barley cake And the God, not leave the God aside Even the angels don't eat Between these two points of views You take your choice The Quran or the Bible This is what we are discussing The Quran or the Bible Which is God's word And this part of the debate Is contained on tape number two Of number 48 Tape number two, part two Contains this section هذا الحوار موجود في الشريط رقم 2 وكان يدور حول من هي كلمة الله القرآن أو الإنجل الذي يناقش على أساسه ذلك المسيحي الذي اعتبر أن الذين زاروا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أحدهم هو الله رب العالمين ومعه ملكان ويقول المسيحي أن الله يأكل ويشرب والملائكة تأكل ولكن نحن نعرف في القرآن العظيم أن الزائرين كانوا ملائكة ولم يأكلوا من طعام إبراهيم ولذلك أوجس منهم خيفة وظن أنهم يريدون شرا وبعد ذلك أثبت الملائكة وبيّنوا له أنهم ليسوا بشرا ليأكلوا من الطعام فطبعا لكم أن تختاروا في الحوار بين رب يأكل لحم البقر وخبز الشعير مع سيدنا إبراهيم وبين رب بعيد عن كل هذه الأشياء فهذا الفرق بين القرآن كلمة الله أو الإنجيل الذي يقدمه المسيحية كلمة الله هذا كان موضوع الحوار والمناظرة في ذلك الوقت بسم الله الرحمن الرحيم مما لا شك فيه أن هناك معارك ضارية تدور رحاها في بلاد المسلمين وخاصة الفقيرة منها من أجل تنصير المسلمين في تلك البلاد الأدهى والأمر أننا هنا بعيدون عن تلك المعارك ولا يصلنا منها إلا بعض الأخبار القصيرة والقليلة مما يدور هناك وما قد تكلم عنه فضيلة الشيخ أحمد ديدات الآن هي بعض النماذج الموجودة في تلك المناطق فهل يتشرف سيادته ويقوم بتشكيل مجموعة متخصصة من المسلمين الأكفاء في هذه الناحية بالذات التي نحن هنا في بلاد العرب نجهلها جميعا أو نكاذ جميعا نجهل تلك العناصر المهمة في مقابلة ومواجهة أعداء الإسلام فنحن قد تعلمنا في ديننا هنا التسامح والسماحة وإذا قرأنا بعض الكتب التي تتصدر لمثل هذه المعارك الجانبية فإنها قد تكون كتبا مهربة أو تباع في بعض المكتبات المعينة التي لا تكون منتشرة للجميع فهل يسمح بأن يشكل نجنة متخصصة أو مجموعة متخصصة ولتكون في إطار الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتقوم بإصدار وكتابة هذه الكتبات وهذه النشرات لنشرها على العالم كله لما فيهم الإسلامي في الدول الفقيرة وغيرها ونحن كشباب مسلم في بلاد المسلمين أظن أننا على أتم استعداد أن نشارك في هذا المشروع بكل ما نملك وكل ما نستطيع السلام عليكم Do you agree to form a specialized group to participate in confronting this Christianization in some Arab, in some poor Muslim countries also by publishing many of these booklets bulletins and pamphlets and books and there are many Muslim young men who are ready to be part of this group or specialized group if you agree to start forming it within the framework of the Islamic World Charitable Organization for the past thirty years we have been doing a job of work and we have gained tremendous amount of experience in this field and we are offering you our experience in written form and in every publication we are publishing this by the hundreds of thousands now and we are giving it out throughout the world free of charge but it's not enough you agree if you want to in any country wherever if you want to translate this we give you permission inside here you don't have to ask us we give you here I'm reading to you an open order free license I'm giving you all an open order we grant you an open license to reproduce or translate into any language this booklet as well as every other publication of ours beforehand we give you that permission you may publish them for sale you can sell it do business if you want for sale or for free distribution without any prior permission you don't have to ask permission we are giving it to you you want to publish this sell it for ana each real each go and sell it do what you like we want nothing from you we ask for no royalties or copyrights wallah if we had the means we would have flooded the world with our free literature it will be appreciated if a few copies of the reproduction be posted to us for our records that's all we are asking you if you give us a few copies of what you have produced we'll be happy translate it into any language or reproduce it into English and sell or give out this is all yours our videotapes same you want to make money go and reproduce and sell what do you want to do so there is no copyright go ahead and do the job we haven't got the time to start creating societies here there there to find out to monitor you what you are doing what you are not doing we haven't got the time we are involved in doing work and you too you take it on yourself and do the work here is an example and here is a material take it and use it it's all yours there is no time for you للوقوف التشكيل لجان وجمعيات جديدة فالعمل موجود وبإمكانكم العمل على نشره هنا وفي أي بلد آخر لحسابكم من حيث المال أو مجانا إن كنتم تريدون خدمة الإسلام شكل أكبر وكل ما نريده فقط هو نشر هذه الأشياء ونكون شاكرين لو أرسلتم لنا بعض النسخ التي تصدرونها وتترجمونها ترسلونها لنا بالبريد فقط ولا نحضر عليكم النشر في هذا المجال شكرا لفضيلة الشيخ أحمد ديدات على هذه الأمسية الممتعة وكان بودنا أن نستمر في مثل هذا اللقاء وفي مثل هذا الحوار وخاصة بعدما سخنت المناقشات والحوارات ولكن لنتيجة لحجز المكان نتوقف لنلتقي قدن إن شاء الله تعالى في مسجد المزيني في السالمية ونعد جميع الأخوة الذين قدموا الأسئلة نقدمها للشيخ ليجيب عنها قدن إن شاء الله تعالى مع إجابات أخرى إن شاء الله تعالى وأحب أن نوه إلى الاستقطاع الشهري إخواني الذي وزعه فهو إن شاء الله من الصدقة الجارية ومما يخدم هذه القضية وهذه الموضوعات التي سمعتموها وفي الختام نشكر حضوركم ونشكر للشيخ مرة ثانية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة